موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من كشك الصحافة والذين صلطوا الضوء فيه سويا على أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية في أعدادها كل يوم بداية الجولة في الصحافة اليمنية من موقع التغيير نت جاء في عنوينه الرئيس هادي يقول سنذهب للمشاورات من أجل السلام وبروح الفريق الواحد في عنوان آخر الشيخ حمود المخلافي يتقدم بطلب وحيد إلى الرئيس هادي بدمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني وعنوان الموقع أيضا قبائل الصبيحة تتداعى وتتعهد بمحاسبة الجولة في مقتل عدد من أبنائها في جريمة أحور أبيان من العنوين التي جاءت تفاصيل الشأن الاقتصادي واتهام الحكومة للميليشيا التلاعب بالسياسة النقدية ويقول الموقع في الخبر اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيا الإنقلابية في البلاد بالتلاعب بالسياسة النقدية وبارتكاب خروقات طالت النقد المحلي والاحتياطي من النقد الأجنبي وأكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغير خلال اجتماع باللجنة الاقتصادية أن الميليشيا الإنقلابية قامت بممارسة العديد من الخروقات في السياسة النقدية ولم تلتزم باتفاق تحييد البنك المركزي خلال الفترة الماضية وقال وفقا لما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إنه جرى الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية لكن الميليشيا الإنقلابية لم تلتزم بهذا الأمر بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها ماليا لمحاربة الدولة ننتقل إلى موقع مصدر أونلاين نقرأ في صفحته الرئيسية تجدد المعارك بين الحسيين والمقاومة في موريس وحمك شمال الضالع إلى وسط البلاد اشتباكات متواصلة في محيط مدينة تعز وأزمة إنسانية في الوازعية في عنوان آخر الرئيس يجتمع بفريقه السياسي وأعضاء وفد المشاورات قبل يوم من هدنة مفترضة اهتم الموقع بالتفاصيل خبر فشل عملية إطلاق صاروخ باليستي من مدرية أرحب ويقول الموقع أفد مراسل المصدر أونلاين أن مليشي الحوثيين وصالح فشلت في إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى وقال مراسل المصدر إن مليشي الحوثي وصالح أطلقت صاروخا باليستيا من موقع عسكري يقع بين منطقتين الراجو وناعت في مدرية أرحب شمال العاصمة سنعة وأضاف الموقع أن الصاروخ كان موجها نحو الشرق أي إلى محافظة مأرب أو الجوف لكنه سقط في وادي بيت حجيرة على بعد نحو ثلاثة كيلو مترات من قاعدة إطلاقه مجرد دعوة للاستيقاظ والمصارحة تحت هذا العنوان كتب باسم الشعبي مقالا ونشره موقع مصدر أونلاين طرح فيه عدة تساؤلات عن مشروع الدولة والتغيير ويقول الكاتب أتمنى من قيادات أحزاب الثورة والمقاومة الجلوس إلى قيادات أحزاب الثورة المضادة أشركاء معهم في إطار الشرعية جلسة مراجعة ومكاشفة حقيقية بعيدا عن تقاسب المصالح أو المناصب وإنما من أجل تقييم فترة تسع سنوات من الحراك السلمي وفترة الخمس السنوات المنقضية من عمر الثورة الشعبية الشاملة ومرور عام على الحرب والمقاومة ما الذي تحقق؟ وما الذي لم يتحقق من مشروع التغيير؟ هل نؤمن جميعنا بالثورة والتغيير وأهدافهما؟ أم أن واحدا يصلح وواحدا يخرب ويعيق؟ وما الذي يعيق تحرير تعز وغيرها من محافظات الشمال؟ هل نحن متفقون على هدف واحد ضد الإنقلابيين؟ أم أن هناك من يتبادل الأدوار معهم لإعاقة مشروع المقاومة والتغيير من الداخل؟ هل نسعى جميعا لنجاح المقاومة وبالتالي نجاح الثورة وتنفيذ أهدافها؟ أم أن هناك منها من لا يزال غير مقتنع بذلك ويعمل لصالح مصالح حزبية وذاتية ضيقة تعمل على نسف تضحيات الجماهير وتطلعاتهم ويعادتهم مرة أخرى إلى حالة الإحباط والتذمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة هذه المرة؟ ما هو الخلل الجوهري الذي يعيق الشرعية والمقاومة ومشروع التغيير ويدفعهما إلى تسويات خطيرة ومضرة على مستقبل الدولة الاتحادية الموعودة؟ هل استفدنا من دعم التحالف لصالح مشروع التغيير؟ أم لصالح مصالح ومحسوبيات ضيقة لا تعير مشروع الدولة اهتماما؟ هل هناك إيمان بالتغيير في كتلة الشرعية؟ وهل الأقوال تطابق الأفعال؟ أم أن هناك بونا شاسع بينهما؟ إلى أين نحن ذاهبون بالبلاد إذن؟ مشاهدين الصحوانت أبرز الأخبار عن التطورات التي تشهدها البلاد نائب الرئيس يبحث مع سفير تركيا أليات جديدة لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وجاء في الموقع أيضا الرئيس هادي يقول ننشد السلام الذي يلزم الإنقلابيين بتنفيذ التزاماتهم الدولية في الجانب السياسي الأمم المتحدة متفائلة في التزام الأطراف اليمنية بوقف إطلاق النار ركز الموقع على رد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جاء في تفاصيل الخبر انتقد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي اعتبر فيها قرارات الرئيس الأخيرة تعقيدا للسلام وأكد اليماني في تصريحات للجزيرة إن هذه التصريحات تنم عن أجندة تحت الطاولة لا يعلمها أحد وعليه أن يعلنها واعتبر اليماني أن قرارات الرئيس تعكس جدية أكبر نحو السلام حيث صار أحد أعضاء الفريق المفاوض أحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة ويتابع الموقع أيضا في الخبر كان وزير الخارجية الأمريكي جون كاري قال إن قرارات الرئيس هذه عقدت جهود السلام التي تسهم فيها بلاده إلى جانب الأمم المتحدة في إشارة إلى قرار التعيين للفريق علي محصن الأحمر نائما لرئيس الجمهورية والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء خلفا لبحاح نذهب إلى موقع الموقع نطالع فيه الأخبار الرئيس هذه يلتقي قائدا مقاومة الشعبية في تاعز ويناقش معه ملف الجرحى ودعم المقاومة عنوان الموقع أيضا عسيري يقول الحسم العسكري هو البديل في حال فشلت مفاوضات الكويت وبشأن حادثة مقتل الجنود في أمين يقول الموقع تنظيم القاعدة ينفي علاقة تهبقتل عشرين جنديا ويتهم قطاع طرق بارتكاب الشريمة نذهب إلى قراءة تفاصيل مقتل قيادي حوثي في محافظة البيضاء يقول الموقع لقي قيادي حوثي مصرعه في مواجهة عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة البيضاء وفادت مصادر ميدانية أن القيادي الحوثي محمد عبدالله مفضل الولي قتل بمنطقة عبل الوهبية بمدرية السوادية التابعة لمحافظة البيضاء في المواجهات الأخيرة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني وقالت المصادر إن القيادي الحوثي قام بحجد المقاتلين الحوثيين ليثأر لشقيقه القيادي الحوثي أبو حسين قائد الحملة على مدرية العبدية والسوادية والذي لقي مصرعه على أيدي المقاومة في أول هجوم لتطهير جبال عبل الوهبية بمدرية السوادية نتحول إلى موقع نيوز يمن نطالع فيه أبرز الأخبار البنتاجون يقول القاعدة وداعش والحوثيون خطر على التجارة الدولية وورد في الموقع أيضا السعودية توافق على صرف مرتبات 63 ألف عسكري يمني وإلى وسط البلاد وقفة احتجاجية لموظفي كهرباء إب للمطالبة بصرف رواتبهم هذا وركز الموقع على تفاصيل الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع في الوازعية في تعز ويقول الخبر كشفت مصادر حقوقية عن تهجير ميليشيا الحوثي وصالح قرابة 35 ألف مواطن من منازلهم بمدرية الوازعية غرب تعز وقالت المصادر لنيوز يمن أنها وثقت تهجير الميليشيات للمواطنين من قرى قتيبة ووادي المعقم والقاسمية والعقيدة والشعيب ومركز الشقيراء كما كشفت المصادر عن تدمير 30 منزلا نتيجة القصف المدفعي وتدمير ونهب 20 محلا تجاريا وأكثر من 100 قتيل و300 جريح منذ دخول الميليشيا في شهر أكتوبر 2015 وحتى الآن فيما وصل عدد المختطفين إلى 100 مواطن تم اقتيادهم إلى السجون ومعتقلات في مدينة المخة والبعض ما زال في سجن المدرية السلم والحرب كان هذا عنوان مقال للكاتب أحمد عثمان نشره في موقع نيوز يمن وقال عثمان ستتجه أنظار الناس إلى الكويت واليمن هناك حيث وفود الحكومة وجماعة الحوث وصالح وهنا حيث ميدان المعركة والمدن التي تتلقى منذ عام حروبا عبثية يشنها الحوثي وحلفاؤه حسنا السلام مطلب وطني وإنساني لكن عن أي سلام يتحدثون في ظل السلاح الذي تملكه العصابات الحوثية وتقتل به اليمنيين لا معنى لأي جلسات حوار ما لم يتم الاعتراف الصريح بالقرار الأممي والالتزام المسحوب بضمانات لتنفيذه من الصعب أن نرى جماعة الحوثي تسلم سلاحها بالحوار ومن المستحيل أن نرى سلما في وجود السلاح بيد جماعة العقدية تعتمد على الخرافة ونظرية الإصطفاء والإيمان بأن الحكم دين والقتال في سبيله جهاد جماعة الحوثي ستسلم السلاح وستنزاه عن اليمن لكن ليس بالحوار وبالسلم وإنما بالمقاومة الشاملة هذا خيارها ومصيرها لأن الله لا يصلح عمل المفسدين في 2013 قبل الحوثي وأدخل كعضو مدلل في الحوار الوطني دخل مع سلاحه ليمارس الغرور ويفرض السلم على طريقته حيث اجتاح المدن وخطف الجيش ووجه البندقية لرأس الوطن ثم استبدل وثيقة الحوار بوثيقة أخرى كتبها بأسنة الرماح وسمها وثيقة السلم والشراكة التي فرضت على الشعب بالقوة والإرهاب وبوجود المبعوث الأممي وتوقيعه حيث أثبت المجتمع الدولي أنه لا يحترم سوى قانون الأمر الواقع ومن ثم وجب على معسكر الشرعية أن يحدد هدفه بوضوح وأن يرفع وردة السلام وقبلها كتائب التحرير فهي اللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي أي طريق التحرير الوحيدة لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار لليمن ودول الجوار والعالم العربي عموما مشاهدنا نختم جولة الصحفة اليمنية من موقع يمن مونيتر نستعرض فيه وفد للحثيين في طهران لمناقشات مشاورات الكويت ونقل الموقع عن صحيفة عكاظ السعودية تشكيل ثلاثة غرف لعمليات المراقبة وقف إطلاق النار في اليمن عنوان الموقع أيضا صحيفة الرابع عشر من أكتوبر الرسمية تعاوض الصدور الصدور بعد توقفها لأشهر وتناول الموقع بيان ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن المفاوضات والوضع الإنساني جاء في الخبر دعا ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جامي مكغو لودريكا أطراف الصراع في البلاد بالالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية في البلاد وقال المسؤول الأممي في بيان له بغض النظر عما ستخرج به محادثات السلام فإن الأمم المتحدة وشركاءها من أطراف العمل الإنساني عازمون على المضيف استجابتهم للاحتياجات الإنسانية للسكان حيثما كانوا ومهما بلغ حجم العقبات التي سيواجهونها وعبر المسؤول الأممي عن تفاؤله بفرصة وقف الأعمال القتالية في اليمن التي تسبق المحادثات بين أطراف الصراع مشيرا إلى أنه يمكن لمثل هذا الاتفاق في حالة احترامه من قبل أطراف النزاع أن يوفر للرجال والنساء والأطفال في اليمن فسحة استراحة يحتاجون إليها من العنف المتزايد وتابع كلامه قواعد الحرب تلزم أطراف الصراع بحماية المدنيين والمنشآت المدنية وبضمان توفير بيئة آمنة دون عقبات لوصول العاملين في المجال الإنساني بشكل دائم إلى من يحتاجون للمساعدات مشاهدين هنا نتوقف من أجل فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود للصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم فابقوا معنا مستمرون معكم مشاهدين الكرام نصحبكم في جولة الصحافة العربية في أعدادها اليوم نبدأ من صحيفة الاتحاد عنونت في أحد موضوعاتها اليمن يدخل الهدنة وسط تفاؤل أممي بالتزام جمعي وقال مصدر دبلوماسي إن الأمم المتحدة بدأت في مصقط عملية تدريب فرق مراقبين دوليين ستوكل إليهم مهام مراقبة الهدنة في عدد من المحافظات والجبهة الداخلية والحدودية أضاف أن الفرق التي ستوزع على جبهة القتال وأهمها الجوف، تعز، مأرب، حجة إضافة إلى جبهة الحدود ومناطق أخرى يتوقع أن تصل إلى اليمن خلال ساعات قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء للاتحاد إن قوات الشرعية ملتزمة باتفاق وقف النار لإنجاح محادثات السلام في الكويت لكنه أشار إلى أن الحوثيين درجوا على نقض الاتفاقيات والعهود ابتداء من حرب دماج أواخر عام 2013 وحتى اجتياح العاصمة صنعاء وإبرام اتفاق السلم والشراكة الوطنية في 21 سبتمبر عام 2014 وأكد استعداد المقاومة لتسليم سلاحها إلى الجيش بموجب القرار رقم 22-16 هل الحوثيون جادون في السلام؟ تحت هذا العنوان كتب الأكاديمي الإماراتي سالم حميد مقالا في صحيفة الاتحاد وقال سالم المراقب الأكثر أملا وحذرا هي للحوار القادم فهو المواطن اليمني الذي أنهكته أحداث العنف طوال العام الماضي وصار يحلم بعودة الاستقرار وخروج المسلحين الحوثيين إلى كهوفهم مقابل عودة الدولة لبسط نفوذها وسيطرتها على الوضع والأهم من ذلك استعادة معسكرات الدولة التي استولى عليها الحوثيون بالتعاون مع حليفهم المخلوع صالح الذي ظلت هواجس الانتقام تحركه وتدفعه لتأجير ما تبقى من عتاد عسكري وجنود ووضعهم تحت إمرة القادمين من كهوف التاريخ لنشر الفوضى والطائفية والتمرد ضد الحكومة اليمنية الشرعية وضد استقرار الشعب اليمني وأمنه فهل الحوثيون جادون في السلام وهل يمكن القول بأن المفاوضات غير المعلنة التي جرت في الرياض بمشاركة الحوثيين مهدت لحوار الكويت ولضمان خروجه بنتائج إيجابية حوار الرياض جاء على خلفية واقع ميداني يميل لمصلحة شرعية ما دفع الحوثيين للرضوخ والدخول في حوار مباشر مع السعودية ما رشح من معلومات وردود أفعال يشير إلى أن حليف الحوثيين غير راض عن تجاوزه وذهبهم إلى الرياض منفردين فهو يحرص على تقديم نفسه كزائم أبدي وممثل دائم لكل ما يجري في اليمن وتركز التحذيرات على ضرورة تسليم الأسلحة المنهوبة من مخازن الجيش ووقف نشاط التهريب كما صرح رئيس الوزراء اليمني الجديد بحديث مماثل عن استمرار الحبل السري بين إيران والحوثيين لتهريب السلاح وتكتيسه وتلك مؤشرات لا تنبئوا برغبة حقيقية لديهم في السلام وفي انتظار حوار الكويت يعول المراقبون على الواقع الميداني المختلف وعلى انتصارات الحكومة اليمنية وقواتها المدعومة بالمقاومة الأهلية وبإسناد خليجي لعل ذلك يجبر الحوثيين على التنازل عن أوهامهم بابتلاع اليمن مشاهدين صحيفة الخليج أوردت موضوعا تحليليا أعده أحد الباحثين في مركز دراسات الأهرام العربي في مصر عنونت الحسم العسكري ضرورة تتعدى إنهاء الانقلاب إلى بناء الدولة وقطع أسباب التطرف اليمن ينتظر خريطة طريق تحصنه من غوائل الإرهاب قال التحليل اليمن بحاجة إلى تحصين ضد غوائل الإرهاب وعوامل الفوضى وتنطوي على أبعاد عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية ففي البعد العسكري قال الباحث إن أي عمل عسكري ليس هدفا بحد ذاته بل عادة ما يكون سبيلا لتحقيق هدف أو حل سياسي وفي الحالة اليمنية فإن الهدف إجبار الحوثيين على قبول القرار الدولي 22-16 لتسوية الحرب في اليمن واستعادة شرعية الرئيس هادي بعد انقلاب الحوثيين وفي البعد السياسي يتمثل العمل على تشكيل حكومة لوحدة وطنية مؤقتة لإدارة الملفات العالقة وتسيير أمور البلاد واستكمال الاستفتاء على الدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني يضيف الباحث الدولة اليمنية لن تستطيع استعادة هيبتها والحفاظ على وحدتها وتحصين نفسها في مواجهة التطرف والإرهاب إلا عندما تسيطر على كامل أراضيها يضيف لا بد من تفكيك الميليشيات التي تتبع القوى السياسية والدينية والقبلية ومن استعادة ومصادرة كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي تسربت من مخازنها أو تلك التي يتم تهريبها وبيعها في أسواق السلاح صحيفة العرب الجديد ركزت على الانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي في منطقة الوازعية عنونت نزوح أهالي الوازعية في تعز ومن بقي فيها يستغيث قالت الصحيفة نزح عشرات الألاف من أمناء مدرية الوازعية الريفية في محافظة تعز اليمنية بعد وصول ميليشيات الحوثي وألياتهم الثقيلة إلى مركز المدرية الشقيراء وبعد قصف عدد من المناطق المحيطة والآهلة بالسكان وقال مصدر محلي في المدرية أغلب أهالي الوازعية الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة تعز نزحوا جراء القصف العنيف والعشوائي على منازل السكان مشيرا إلى أن المواطنين توجهوا إلى الجبال والمدارس في المدريات والمناطق المجاورة منها مدرية المضاربة ومدرية الشمايتين ومناطق بني عمر راسن ومنطقة أملبية الرويس الخبل وغيرها من المدن الناشط المجتمعي وأحد سكان المنطقة وصف حالة السكان في المنطقة بأنها كارثية لافتا إلى أن الأهالي ينزحون بشكل طارئ سيرا على الأقدام دون مؤن ودون القدرة على حمل مقتنياتهم الشخصية يضيف للعرب الجديد أن الحوثيين كثفوا القصف على منازل المواطنين خلال الأيام الأخيرة حيث راح ضحيتها ضحيته عدد من المدنيين منهم نساء أطفال مؤكدا مقتلاء امرأتين وطفل في منطقة وادي المعقم يوم أمس الجمعة إلى صحيفة عكاذ السعودية تساءلت حول الأوضاع في مدينة تاعز وعنونت هكذا خذل تاعز والحوثيون يواصلون قصف الأحياء تقول الصحيفة يتواصل الجدل حول الأسباب الرئيسية لعودة الحصار والهجمات العشوائية على محافظة تاعز رغم نجاحات الجيش الوطني والمقاومة في كسره الشهر الماضي وأرجع رئيس المجلس التنسقي للمقاومة الشعبية في تاعز حمود المخلافي أسباب تلك العودة إلى غياب الدعم العسكري واللوجستي جراء رفض قائد المنطقة العسكرية الرابعة دخول السلاح إلى تاعز وأوضح المخلافي أن هناك عشر دبابات كانت مخصصة لدعم المقاومة بعد أن وجهت القيادة العليا الجيش والتحالف العربي بصرفها لكن قائد المنطقة الرابعة رفض السماح لها بالتوجه إلى محافظة تاعز وتقول الصحيفة السعودية إن هذا ساعد الإنقلابيين حيث عززوا أتباعهم بقوات كبيرة ومعدات متطورة لإعادة الحصار والسيطرة على منفذ الضباب إلى هنا المشاهدين نتوقف في قراءة الصحف بشكل عام ومجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتور نختم بها حلقة اليوم مشاهدة ممتعة وإلى أن ألقاكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر